محمد ناجي نص يخص نادي الأهلي كالعادة ونتكلم عن النشاط اللي فيه والمشاركات اللي فاتت للألعاب الأخرى والنص في الثاني من لقاءنا هيبقى خاص بالنشاطات المنتخبات والمحل بالأخص منتخبات طبعا هنبتدي بالألعاب الجماعية يعني نبتدي بكرة اليد كرة اليد دي الرجال كان وضعها ايه مشيت ازاي والسيدات أسمع رأي أكيد طبعا لكن خليني بس نتكلم في حاجة مهمة جدا يا كابتن قبل ما نتكلم طبعا عن الألعاب الجماعية نتكلم على التخطيط الناجح والتخطيط الواضح من البداية طبعا الموسم للنشاط الرياضي النادي الأهلي حقق موسم السناء الموسم اللي فات وإحنا طبعا شفنا البطولات لكن احنا خسرنا كام بطولة النادي الأهلي ما كانش فرحان طبعا بال23 بطولة اللي هو حققهم لكن زعلان على الكام بطولة اللي احنا خسرناها بدأ الموسم بشكل طبعا قوي المدرين الفنين اجتمعوا مع إدارة النشاط الرياضي بطبعا قيادة الكابتن خالد العواضي كان فيه دعم كبير جدا من مجلس إدارة النادي الأهلي لكل الألعاب بدأ الموسم بكل قوة وده اللي احنا شفناه على أرض الواقع دلوقتي فريق اليد طبعا رجال احنا اتكلمنا قبل كده في قصة اليد الرجال دي وكان فيه ناس كتير جدا الفترة الأخيرة زعلانا من فرقة اليد الرجال لكن أطمن كل جمهور النادي الأهلي يا كابتن وأطمن حضرتك أن أنا من خلال طبعا متابعتي لفريق كرة اليد النادي الأهلي ماشي بشكل كويس جدا في الدوري في الصدارة دلوقتي محق بطولة أفريقيا مع بداية الموسم لكن النادي الأهلي عمل جيل جيل محترم جيل لأنه تقدر تعتمد عليه في الفترة اللي جاية جيل يقدر يستحوز على كل البطولات وده اللي احنا كنا يعني قلقانين الفترة الأخيرة من فريق كرة اليد لكن فريق كرة اليد صراحة صراحة عاملين شغل محترم سواء في مباراة الدوري أو في بطولة أفريقيا النادي الأهلي طبعا دعم أكيد بصفقات تم التعاقد مع مدير فني على أعلى مستوى الأسباني طبعا ديفز والمدرسة الأسبانية اللي أنا هتكلم عنها يا كابتن أن هي النكحة بشكل كبير جدا مع النادي الأهلي وطبعا هنشوف الأسباني طبعا منزو مع فريق كرة الطائرة رجال اللي هيبدأوا طبعا الموسم خلاص لكن بشكل واضح الكرة اليد في النادي الأهلي بتحقق نجاح كبير جدا وده مش على مستوى طبعا الرجال بس ومستوى السيدات بس ومستوى السيدات برضو ماشيين بشكل كويس جدا قدموا مبارات قوية وقدر طبعا النادي الأهلي يكسب نادي الزمالك بنتيجة طبعا 24-22 في تدعمات طبعا حصلت للفريق سواء طبعا باستكمال المحترفة مع فريق النادي الأهلي فبصراحة موسم مميز حتى هذه اللحظة يعني فريق كرة اليد رجال وسيدات حتى هذه اللحظة ماشيين بشكل كويس جدا في الموسم وإن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي في كرة اليد رجال وسيدات بطعم جميل النادي الأهلي أنهم ما يقلقوش على فريق كرة اليد رجال وسيدات الموسم ده ان شاء الله يحق McMahon بإذن الله بإذن الله محمد انت رأيك إيه هل تتفق مع رشاد إن احنا ماشيين بشكل جيد هل الموسم لسه عليه كتير هل اللي فات من الموسم قديه بالنسبة لرجال وسيدات لحلمؤشرات ببان بدري يعني كده كده أكيد طبعا هو لسه بدري جدا على رهاية الموسم بس المؤشرات بينا بشكل كبير الأهلي كل مباراة يعني تقريبا كمان ديفيد ديفيز بيقدم أشكال وطرق جديدة مع الفرقة احنا تفرجنا على الفرقة لما كانت بتلعب كاسة العالم أو بطولة العالم الأندية لقى الفريق شارك في أربعة مباراة فاز فيهم بتلاتة خسر خسارة واحدة متوقع قدام برشلونة طبعا بنتكلم على واحد من أكبر وهو المستحوذ تاريخيا على لقب بطولة العالم سوبر جلوب في كورتلياد يعني مدرسة عريقة لها بالبلدي احنا كلنا بنقول إنه الأهلي كان بيلعب منتخب عالم كان صحيح يعني انت فرقة موجود فيها كل اللعيبة من عدة منتخبات يعني انت ممكن لما تجي تلاعب فريق منتخب بأسبانيا نفسه ممكن بيبقى نفس القوى بتاعت فريق برشلونة لأنه عنده عناصر ممويزة من فرنسا من ألمانيا من أسبانيا فعنده عناصر كتير جدا ممويزة لكن شوفنا مثلا كل مباراة التانية الأهلي بيكون نازل الشروط الأولين بتاعتك الشروط التاني بتاعتك التاني خالص اه لسه هقوله حضرتك لو لو تتكلم على مثلا على مركز صنع لعب لأن مركز صنع لعب هو صحيح البوصلة أو العقل المفكر جوه الملعب واللي بينقل فكر المدرب بمعنى صح يا عندك ثلاث لعيبة كل واحد فيهم شكل كل واحد فيهم طريقة مختلفة في طريقة لعبه سيف هاني فوكس خفيف الحركة بيقدر برشقته عدي يخترق الدفعات ويقدر يسجل أحمد راضي يده قواش ويقدر يسوي بمنبرة التسعة أحمد خيري مميز جدا في صناعة اللعب بيقدر أنه هو يفضي اللعيبة كتير جدا على الدائرة خصوصا لأحمد عادل أو للونجات فعندك يعني بروفايلات مختلفة من ضمن اللعيبة اللي موجودة في مركز صناعة اللعب عندك نفس الكلام بنسبة للحراس عندك حارس تلاقيه خفيف ورشيق زي محمد ابراهيم حارس تاني هادي جدا في الملعب بسيقته متهزش مركز أغلب الوقت عبر رحمن طه عندك الفول بور بقى والسوبر ايرو اللي هو الحماس والتي تقدر تتكلم حميد وعودت الصباح لده فرقت معنا وفي الحراس المرمى دي حياة كابتن وبدأ الموسم الحمد لله معنا من بدايته ما فاتوش كتير لا لا خالص وهو عنده كمان يعني عنده حماس بشكل جبير جدا انه هو يكون موجود طب السيدات يا ناجي شايف السيدات ومشاركتها الأفريقية النهاردة لعبوا بتلتين أفريقية في قل من 4-5 شهور واحدة أبطال الكؤوس كانت في سلطة أمين عبدالله الفصل والتانية كانت بالزرط والله ينور عليك وخدنا هنا تالت وخدنا هنا رابع شايف المشاركات الأفريقية للسيدات دي هتبقى اضافة كبيرة للفريق كخبرات واضافة كمان لمنتخب مصر ده أكيد يا كبتن هو حتى من اللعيبة نفسها البنات نفسهم بدأ عندهم الطموح نفسه بختلف هو المشاركة كانت هنا طبعا عندنا على ملعبنا وسط جمهور نادرالي كان بالنسبة لهم حقق كويسة جدا وانهما يحققهم داليا غيبة عن خزنة النادي بقالة 30 سنة لكن مثلا هنقيس بقى ببطولة خارجية بطولة المنافسين نفس المنافسين اللي انت قابلتهم هنا هما اللي قابلتهم هناك البنات لما خسرت في السيمي فاينال كانوا زعلانين يعني هما خسر معانهم من رغم أنهم خسرين من بطل أنجولا وعش عايزين نقول أنجولا وأصلا كده كده الفريل اللي احنا خسرنا منه وبطل السوبر جلوب يعني وكده كده بطل بطولة العالم لكورة اليد زي ما بنكلم على برشلونة في الرجال بنكلم على فرق أنجولا في السيدات فلكن البنات نفسها عقليتها بدأت تختلف وتتغير بقوا شايفين أنه لا إحنا إنه دي دانا كل اللي احنا بنفكر فيه والي احنا طلبين واحتكاكات وخبرات ولعيبة محترفين نقدر نجيبهم فبشكل كبير احنا بعيد عن أي حد يقدر نفسنا بس ده مش حاجة تدعونا أن احنا نتكاسل أو أن احنا نبقى حاسين أن انت في مسافة كبيرة بينك وبين الكل اللي نشتغل على أن احنا أفرقيا إن شاء الله زي ما نكون محليا طيب خلينا جيلك برضو رشاد احنا نتنقل بقى من كرة اليد احنا متفقين احنا التلاتة أكيد بس عايز كابتن أوضح نقطة مهمة من كلام زميلي محمد ناجي أن طبعا بطولة العالم أو كاس العالم طبعا الجماهير قالوا أن النادي الأهلي طبعا أن احنا ما ناخدش خامس وده بالنسبة لنا مركز مش حلو بس أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا أن النظام البطولة دايما هو اللي بيحطك في الوضع ده أنت نظام البطولة أن انت ما بيسعدش غير أول وانت وقعت مع طبعا فرقة برشلونة وفرقة برشلونة طبعا كلنا عارفين أنه جوم اللعيب منتخب عالم فأنت وقعت مع النورة عملت مباراة قوية مباراة قدرت أن أنت تخلصها في فرق كبير جدا قابلت برشلونة خسرت رغم أن أنت كنت في الشوت الأول كنت بتقدم مباراة قوية رحت بعد كده لكويت الكويت قدرت أن أنت تكسب الكويت الكويت والخريج السور يعني أنت محقق الفوز في كل المباراة إلا طبعا مباراة واحدة فنظام البطولة هو اللي خلاك كده أو ظلمك أن أن أنت أكيد طبعا إنما لو في مثلا تأحول أول وتاني كالنادي الأهلي كنا شوفنا أنه حقق مركز قوي في البطولة بكل أمانة يعني طيب هلنتقل بقى لكرة أسلة رجال وسيدات النهاردة الرجال لعبوا ثلاث بطولات دي البطولة الثلاثة ليهم لعبوا الأول بطولة اللي هي بطولة العالم اللي تلعبت في السنغافورة وبعد كده راحوا على الدوحة لعبوا البطولة العربية وبعد كده لعبوا أو بيعابوا دلوقتي الدور التمانية في الدور المرتبط في كاس سوبر كابتن كمان كاس سوبر رابع بطولة الله ينور عليك رابع بطولة النهاردة بديكلم دي رابع بطولة الناس يمكن ملاحظة شوية احتزاز مستوى فريق كورت السلة أبين داون شوية ممكن يكون فيه احتزاز أصلا أثناء المباراة نفسها تحليلك لدائي وتحليلك لأداء فريق السلة الرجال أنا دايما كلنا ثقة في طبعا الجاز الفني واللعيبة لفريق كورت السلة رجال وأجوزت أجوزت بصراحة من ساعة مجيه النادي الأهلي أو تم التعاقد معي فهو عامل شغل واضح مع النادي الأهلي ومحقق طبعا البطولات حتى هذه اللحظة بشكل كبير جدا وبشكل ناجح لكن الفترة الأخيرة اللي الناس ما تعرفهوش أو يمكن مش كتير مننا بيتابع الألعاب الجمعية أن فرقة السلة أو القوام الرئيسي بيبقى للمنتخب هو من النادي الأهلي أو من رجال سلة الأهلي انت اللعيبة دي كابتن لو شفت كم البطولات اللي هم لعبوه وعدم الراحة للعيبة دي هو موسم كامل بيلعب وبيحقق كل البطولات وكمان بيروح يلعب مع المنتخب وبيرجع يبتدي الموسم من غير يعني هم مفيش راحة يعني مفيش حتى مثلا أنه يقدر يخده يومين ثلاثة أربعة أيام مثلا الراحة في القزم فيمكن ده اللي حصل الفترة الأخيرة أنه احنا شفنا فيه طبعا البطولة العربية قدرنا الحمد لله أن احنا نكسب السوبر بعد كده دخلنا طبعا في دور المرتبط النادي الأهلي صعد تاني المجموعة وكنا نتمنى أنه يصعد أول المجموعة لكن أكيد الفترة اللي فاتت وطبعا التعب الواضح على لعيبة النادي الأهلي ومستر أجوشتي كمان قدر راحة إجبارية المجموعة من اللعيب أكيد طبعا وده كان مهم صحيح أنت تنزل الكرف بنفسك أحسن ما ينزل على غير الرقص أكيد ده شفنا طبعا في المبارات الأولانية في دور المرتبط لكن النادي الأهلي عمل مباراة كبيرة قدام نادي الزمالك وقدر ترجع روح وشخصية مباراة مباراة كمان آه مباراة مباراة فبعد كده طبعا قدر إحنا شفنا مباراة أو مباراة مباراة أنا بالنسبة لي شايفها أن النادي الأهلي قدر يكسب نادي الزمالك بكل سهولة شايف المباراة كانت سهلة بكل سهولة ليه عشان الروح وشخصية وأداء النادي الأهلي اللي إحنا متعودين عليه رجع رجع في لعيبة النادي الأهلي أكيد طبعا أي لعب مهما حصل ممكن بيحصل منه أي يعني تراجع في المستوى لكن بتقدر لعيبة النادي الأهلي أن هي ترجع وده اللي شفناه برح فيه طبعا مباراة الزمالك إذن أن الفريق يحقق طبعا بمكسب كبير جدا وبكل سؤولة أنا شفت المباراة من بدايتها لعيبة مركزة بيبصوا على التأهل أين كان بقى في نص النهاية هنقابل مين؟ طب يا رشاد برضو أنت شايف المرتبط يعني ما شاء الله الجماهير بقت عندها ثقة غريبة دايما على مر السنوات أكيد أن الناشئين بتوعنا والمرتبط هيكسب المباراتين مع أي فريق في مصر أكيد طبعا يعني سالفات شفنا والقابليها والقابليها من خلال متابعاتنا الدقيقة والقريبة بمولة دي قال لي مش حاطت حسابات نهائي أن المرتبط ممكن يخسر فالنهاردة ده يدل على إيه؟ هل ده يدل على الشجر المفزول في قطاع الناشئين دايما؟ هل يدل أن النادي الأهلي بيحسن اختيار وانتقاء اللاعبين؟ يعني شايف ده تبريله إيه أو تفسيره إيه الاستمرارية؟ بس كابتن في النادي الأهلي هم شغالين على شغله واضح جدا وبالزاد في قطاع الناشئين أنا مش في كورة السلة بس النادي الأهلي بيعتمد على أولاده وبنشوف دلوقتي عناصر بين الشباب موجودة في طبعا قطاعات الناشئين زي طبعا كابتن مودي الجرحي ففيه شغل واضح شغل من الصغر أو الناشئين دول بيتأسسه على طبعا قواعد وحاجات مهمة جدا داخل النادي الأهلي إن اللاعبة دي بيموتوا نفسهم في المباراة علشان يكسبوا بيموتوا نفسهم علشان يكسبوا البطولة فالشغل الواضح والشغل الناجح اللي معمول في الألعاب الجماعية هذا الموسم والموسم اللي فات بصراحة هو ده نتاجه طبعا البطولات اللي احنا بنشوفها دلوقتي دي حاجة الحاجة التانية إن احنا متابعة طبعا الناس للفرق سواء طبعا المرتبط أو الكبار وكمان إذاعة المباراة اللي احنا طبعا بنشكر قناة النادي الأهلي إن هم دايما موجودين مع الفرق دي ويزوعوا طبعا كل المباراة فخلاص الناس أو الجماعير بقت طمينة بتشوف طبعا اللعيبة الصغيرة أو فريق المرتبط بيقدموا طبعا مباراة بعد من يعني فيه أوقات بتبقى الفرق دي خسرانة مثلا بفرق مثلا عشان موقع بس الناس عندها ثقة أنها تكسر بس هم عندهم ثقة نحن نباراة من التفرج المباراة وإحنا بنتكلم في البتاعة صحيح احنا حصل فيه تراجع في المستوى لكن هم الناس كانت على ثقة النفري المرتبط وقدر النفري المرتبط يحول نتيجة ويفوز فرق بيه ويحول طبعا نتيجة وده برضو في السيدات نفس الكلام طب خلينا ناخد رأيه ناجي برضو نتكلم عن رجال تحديدة أن المباراة تماشى إيزي جيم زي ما رشادي يعني تفضل وقال إن المباراة سهلة علينا الحمد لله ما حسسناش أن احنا بنالها سورة مباراة لا فيه نوال وحالة نفس الكلام بالنسبة لمرتبط الدنيا كويسة عايزك تعلق عليه فنين وبرضو عايزك تروح تعلق على العقوبات اللي النهاردة أقرناها التحاجس العقوبات دي يا كابتن يعني بصانا يعني تصرف بالنسبة لأجوستي يعني لازم الواحد برضو يكون أمين فيه شوية وأكيد الكرة كانت لا خلي بالك برضو وناجي إحنا بنتكلم على إيه إحنا دايما بنقول مين الفعل ومين رد الفعل صحيح يعني دايما بيكون مستر أجوستي مباراة انفعال والشديد كان بسبب إن الكرة واضحة لكل معاك وإحنا كلنا كنا بنوضحة أديني حقي وأنا ما هنفعلش أديني حقي على مستعد ونفعلش إحنا للأسف إحنا مشكلة إحنا متعودين من التحكم المصري وإحنا أكمل المرات قلنا إدي للأهلي عدالة حكمية وأنا ما عنديش مشكلة للأهلي خاصة مش الزبت يعني بكل صراحة وكل وضوح أنا واحد من الناسها أنا شايف إن عندي وإحنا طمارين وده كلام اللي قاله كابتر أحمد الجرح الناس كلها بتتكلم إنه مش مبسوطة من أداء فرقة البسكت بعيدة عن مباراة 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 يعني بصالحة الجماعية ليه لسبب واحد الناس كانت هي الناس شايفة إنه في مشكلة في أداء الفرقة يعني الناس نفسها هي مراية الفريق ومراية النادي فهي شايفة هي الناس شايفة أنت لما خسرت من سبورتينج والناس ما طلعتش قالت الحكام أنت لما خسرت من سبورتينج تاني في العودة الناس ما طلعتش قالت إن الحكام أرسوا علينا ولا إن إحنا عشان بلعب في سكندرية ما خليه لك السبب ده ناجي زي ما أنت بتقول هو لبي يخلي التحدي السلة يجيب في الفينالس حكام أجاني هو واضح وصريح يعني إحنا مستحق على بعض أنا كان وجهد نظري إنه كان مستر جوستي يكون عنده من الزكاء أكتر منه هو يفوت على طاقم التحكيم إنه هو يجره لنفس الفكرة اللي هم محتاجينه فيها لأن خلي بالحضرتك هو خوف بالنسبة يعني أنا بتكلم على إنه الفرقة إنت الأهل هي في إيد مستر جوستي في مباراة الزهاب في ماتش الاتحاد بس خلينا نقول إن الجرح قادر مباراة كويس جدا يعني بأمان الجرح يحسد عليه زكاء في الملعب بشكل كبير جدا شخصي ما تقدرش أي مشكلة اللعيبته إنه اللعيبة مش قاعدة ور بصة بره إنه مستر جوستي يبص علينا ده موجوز ده مش موجوز عادي خالص فيه هدوء فيه سلاسة الأمور بتتم بكل بساطة أنا حتى كنت بركتله مباراة بعد المباراة إنه تحديدا على إنه هو كده كده أكيد لازم هبريكلن على فوز الفرق لكن على إنه هو مولد فعلا بجد تحضير لموديل فني هيكون لي شأن كبير جدا في كرة الصلة المصرية بزكاءه بتحضيره بهدوءه وأكيد يتعلم كتير من خلال كربه من مستر أجوستي بوش خلينا نروح لحتة مهمة جدا وهو النادي الأهلي مباراة حتى في اختبارات يعني في اختباره إنه فرق كتير وبعد كده النادي زمالك قرب الفرق وتعادل وبعد كده النادي ألي فرق كتير فالنهاردة أنت بتتحطي في الجيم الواحد في عدة اختبارات محتاجة أساليب لأبة مختلفة في أساليب أو فيه وقت هتحس تبهم محتاج تسرعه فيه وقت أنت محتاج تقفل الجيم فده بيدل على خبرات كبيرة للنادي الأهلي ده هو الأهم من ده كابتن كمان يعني هو أنت أن أنت تبص مرة واحدة الكوتش مش موجود معك على الدكة فهو ده بالنسبة لي كان أهم يعني ده مصدر الخطورة ما كانش عندي مشكلة على فكرة أنه حتى لو الزمالك عمل راننج علينا ورجع في النتيجة ما كانتش تبقى فرقة بالنسبة لي لكن هي القصة أنه هو اللعيبة نفسها هتستوعب الفكرة دي ازاي وهتقدر وهيتخضوا هاللعيبة هتبقى بالنسبة لها الموضوع ده هيعمل لهم زي تشوك أنه هو اللعيبة نفسها هتمش تستوعب فكرة أنه أجوزتي يقف على الخط لا في سبات خارس عالي جدا كل العيب مركز في الجيه في شغله في لعب كل الكلمة اللي كان بقولك بطينا أحمد الجرح مبارح أنه إحنا سفر سفر هتكلم أنه خلينا خلينا يعني إحنا أدينا مباراة المباراة الرجال برضو أهو تكلمنا يعني خليكنا مع السيدات مبارح فريق المرتبط قدر يحول النتيجة من تأخر كبير لفوز على نادي سبورتنج في قطاع الناشئين أو في المرتبط الثمنتاشر بعد كده نجح أو ناقي الفريق سبورتنج للأسف فريق كبير ما توفقش وخسر عشر نقاط شايف احتمالاتنا إيه الاحتمالات عادي خبتان أنا بالنسبة لي فريق البنات أصلا يعني ياما كتير تحط في الموقف ده قبل كده وبيعدوا منه عادي خالص السفات العالية مختلفة أصلا يعني أنت مخنش عندك مشكلة كانت مصابة المحترفة كانت وانت تكرار لمسلسل أهلي سبورتنج فكده كده بتقابل الأهلي سبورتنج انا مش الآن أو شاف انت طبيعي حتى لو كنا كسبنا برضو محتاجين نكسب تالي لا عادي خالص انت مفيش أدنى مشكلة القصة بس كلها يعني هو كل اللي عمل عن سبورتنج انه هو وقف مسيرة فنقة البسكت سيدات للفوز المتتالي انت كنا تقريبا دخلين في حوالي خمسة وستين خمسة وخمسين أو ستين مباراة متتالية متصار مباشر صحيح يعني هي القصة كلها نوقف السلسال لكن أنا عندي سقة تحدد الوقت البطولة في الملعب وعندي سقة كبيرة جدا في كابتن طارق واللعبات انهم ما يقدروا بس كده كده على مستوى الفريق الأول للسيدات احنا محتاجين نكسب لازم نكسب لازم نكسب كل الاحتمالات بأي نتيجة تروح مكسود ببقى مطش فاصل احنا بدأنا الجيم فأول أربعة دقائق خمسة وشارة ربعة لسبورتينج في الكب بالنسبالي أنا يعني مش مستوعب انت نفوض الفرق دماشي لالوقت بتجري بورا سبورتينج وهم عندهم الخبرات اللي قدروا يكندروا عندهم جيء عندهم تيم كويس جدا عندهم لعيبة كتير موجودين من على فعاك إكسل لدي الأهلي يعني عندنا ريم موسى نور علي طلعت هلا شعراوي هلا شعراوي لعيبة كتير جدا كانوا موجودين واسمها منار إهاب برضو من ضمن اللعبات اللي كانت موجودة في النادي الأهلي فعندهم خبرة اللي خدوها من النادي الأهلي تقدر انها تخليهم يقدر يحافظوا على الجيم امتى يحافظوا على تفوق امتى لكن في نفس الوقت لو فرقتنا أو لعبتنا وقفين على رجليهم ومركزين ده الموضوع بكرة كنا نتفقد في السيدات انهم مقدروا يفوزوا هنروح لكرة طائرة سواء رجال او سيدات السيدات بتدو لسه رجال ما بتدوش السيدات شاكلين اعداد بشكل قوي كابتن براهن فخر الدين متواجد في النادي بشكل دايم بتمرنوا ساعات على فترة 2 صبح وبعد الدور لو فترة واحدة بياخدوا 3-4 ساعات تمرين شايف الاعداد شايف البداية للسيدات النهار دا وهل احنا دخلنا في الجد ولا لسه بدل قوي عشان قول الجد لا اكيد يا كابتن طبعا احنا لسه الأدوار دي ما بقاش فيها يعني انت بتقابل طبعا فرق طبعا احنا بنحترم كل الفرق لكن الفترة الأخيرة كابتن او الموسم دا بشكل واضح لكل طبعا الفرق ان الفرق كلها دعمت مفيش فرق دلوقتي مدعمتش او مفيش فرق مش عايزة تكسب بطولات خلاص هو الفرق كلها بتشوف ان النادي الاهلي بستحوز على كل البطولات خلال طبعا السنوات الماضية فتم طبعا تدعيم كل الفرق بنشوف طبعا حتى لو فرقة مش قوية بنشوفها الموسم دا فرقة قوية لكن فرقة الطائرة سيدات طبعا بقيادة طبعا الكابتن المحترم الأسطورة طبعا كابتن إبراهيم فخر الدين اللي بدأ الموسم مع النادي الاهلي هذا الموسم طبعا وتم التعاقد معاه كلنا طبعا بنحترم طبعا الكابتن حمد الصاف اللي عمل طبعا برضو تاريخ مع فريق الطائرة سيدات لكن هم بدأوا الموسم بكل قوة استعدوا بكل قوة قدر النادي الاهلي حتى هذه اللحظة أنه متصدر طبعا مجموعته بالفوز فيه ثلاث مباراة طبعا مباراة الصيد اللي هي المباراة الأولانية تم تأجيلها اليوم 27 بنتيجة طبعا مشاركة لعيب أو لعيبات الصيد في الكرة الشاطئية لكن أقدر أطمن برضو جماهير النادي الأهلي وضمن كل الناس على فريق الطائرة سيدات الموسم ده موسم مختلف لفريق الطائرة سيدات عندنا صعب أكيد بصة كابتن مش في كرة الطائرة يعني مش في كرة الطائرة اللي أقدر أقولك أن الموسم صعب ده في كل الألعاب يعني في كل الألعاب خاصة بعد تدعيمات القوية لكل الفرق هو ده اللي عمل طبعا هيبقى فيه منافسة ومنافسة قوية جدا هذا الموسم لكن فريق الطائرة عمل مباراة كويسة جدا مباراة أنه بيبقى فيه مثلا في الشوت التاني أو في الشوت الأولاني أنه بعد ما بنفرق بالنقاط بنرجع نقرب لكن هم عارفين بيأخذوا المباراة كابتن براهين فخر الدين بصراحة عمل شغله واضح مع طبعا لاعبات النادي الأهلي وإن شاء الله يعني أنا بتوقع أن فريق الطائرة سيدات هذا الموسم يحقق كل البنطات بإذن الله إن شاء الله خلينا نتضع فاصل عزيزي المشاهدين نرجع نكمل كلامنا عن نشاط الألعاب الأخرى إحنا مزلنا داخل جدوانات الأهلي هنرجع بعد الفاصل نكمل لا تذهبوا بعيدا أهلا بحضراتكم من جديد ومكملين يعني حوارنا الشيط جدا مع النقدين الرئيسين محمد ناجي وأحمد رشاد أحمد كنا بنكلم أبد الفاصل عن فريق السيدات لكرة الطائرة خلينا نروح بقى للرجال صحيح قولي رأيك إيه وماشيني إزاي في الوقت اللي خلي بالك كان في عدد كبير من لعبتنا مع المنتخبات أكيد طبعا لكن خليني بس قبل ما أروح للكرة الطائرة رجالة كابتن هيسم عايز بس أقول حاجة مهمة جدا أكلم عليها زميلي محمد ناجي وهي كرة السلة سيدات طبعا زميلي محمد ناجي قال إن الموضوع لسه في الملعب وده طبعا معودنا دايما نادي الأهلي إن ما فيش أي حاجة صعبة في المباراة لكن برضو عشان أدي كل واحد حقه أنت فرقة كرة السلة سيدات برضو أنت عندك كان فيه إصابات ولعيبة راجعة من إصابة فهو ده ممكن اللي عمل طبعا سبب في تراجع المستوى لكن إحنا كلنا ثقة فيه طبعا الكابتن تيرو خيري اللي محقق طبعا موسم استثنائي الموسم اللي فات بالخماسية بدون ولا هزيمة والموسم ده بصراحة هو ماشي بشكل كويس جدا لكن دايما الفرقة أو أنت كابتن طبعا حاضرتك كنت لعيب ونيجم كبير فكرة السلة إن لما لعيب بيبقى راجع من إصابة بيبقى طبعا مستوى بيحتاج وقت وطبعا كمان التحضير والوقت وبيبقى فيه دق وقت أنت كل أسبوع بتلعب أربع مباريات فده أكيد بيأثر طبعا على اللعابات لكن كلنا سيقا إن شاء الله في ده بالغافة يا كابتن هم كمان فيه لعيبة كتير جدا كانت موجودة في المنتخب وكانت انطرف أكتر من مناسبة صحيح معنا في البرنامج وفي كذا لقاء تاني منتخبات كبيرة وليت 3 على 3 تحديدا يعني لأنه كان بيختش راحها ميرال الندين رانيم سوريا الأربع موجودين في منتخب الـ 3 على 3 فهو بالغافة أصلا كده كده أنا بقى فيه لعيبات تانية ممكن تتتخذ في منتخبات تانية فهو مردي التاكتك اللي أنا حفظ في رئيتي يعني مش قادل ننفزه ده طبعا بالإضافة للإجهات أيوة كابتن لأن أنت القوام الأساس زي ما نحن نتكلم كابتن بيبقى هو من النادي الأهلي فأكيد ده الحاجات دي بتأثر وانت بيبديئ الوقت انت عندك مباريتين كل أربع مباريت كل أسبوع فأكيد ده بيبقى انت شوف دور المرتبط بدأ إمتى وينتهي إمتى طب خلينا نروح بقى يعني للرجال الطائرة عشان نديهم حق هو متفضل الرجال طبعا بعد التعاقد مع الأسباني منذ اللي أنا بصراحة يعني من خلال طبعا متابعتي لي أو طبعا سؤالي أكتر من مرة عنه أنه جاي عايز يعمل شغله واضح ومستقبل مع النادي الأهلي على فكرة كابتن هيسم واللي الناس ما تعرفوش أن الأسباني منذ قعد كتير جدا بيتفرج ويتابع ناشئين قبل ما يتابع الفريق الأول علشان هو شايف أن عايز يعمل مستقبل مع النادي الأهلي في الفترة اللي جاية فتابع طبعا كتير جدا ومن نجومنا اللي كانوا الشباب والناشئين اللي كانوا مشاركين مع منتخب مصر فقدر أنه كمان يصعد لعيبة وقدر أنه يعمل فريق طبعا كويس جدا إن شاء الله بإذن الله يكون يحقق البطولات ويكون طبعا يوصل للنجاح اللي احنا عايزينه الفترة اللي جاية لأن الفريق الأول احنا طبعا دايما معاودنا كرة الطيرة إن النادي الأهلي بياخد كل البطولات حصل طبعا الموسم اللي فات تراجع طبعا في المستوى لكن هم استعدوا الموسم ده بكل قوة النادي الأهلي هيبدأ خلاص الدوري يوم السبت طبعا بمواجهة المؤولين العرب إن شاء الله الأسباني منسو أنا متوقع إن هو هيعمل نجاح كبير جدا مع النادي الأهلي زي طبعا من المدرسة الأسبانية نجحة مع النادي الأهلي حتى هذه اللحظة أنت متحمس جدا المدرسة الأسبانية بصراحة لأن شايف نجاح واضح يا كابتن وشايف طبعا الاختيارات دايما الاختيارات من إدارة النشاط الرياضي ودعم طبعا مجلس إدارة النادي الأهلي بيبقى يعني اختيار بصراحة موفق وبنتمنى لهم طبعا التوفيق لأن إن شاء الله بإذن الله يحققوا طبعا ويعود تعود كل البطولات اللي خسرناها الموسم اللي فيه إن شاء الله يا رشاد ناجي برضو نفس الكلام عايزك تتكلمني عن فريق الرجال أنت كنت بتلعب بوليبول وانت صغير فطبعا أنت متابع أكتر واحد فينا كمان البوليبول إحنا كان عندنا لعيبة شاركة زي أحمد صلاح في بطولة أفريقيا وطبعا عبدالله أبسلام كان مصاب في بطولة العالم كان عندنا ستة لعيبة من الـ 14 لعب نجحنا تاهم للمجيات وكسبنا اليابان هناك يعني لعبتنا مجهدة طبعا مستر مونزو أكيد راعة دا يعني كلمنا على فرقة بشكل عام بصير كابتاني يعني الرجل جاي يشتغل فعلا عايز يعمل لنفسه اسم وتاريخ لأنه كده كده بطموحات وأحلام كبيرة خصوصا أنا أعرف لعيبة كبيرة زي عبدالله أبسلام وإحمد صالح لما قابلهم في تركيا وهي لعيبة عالمية أصلا يعني أحمد صاحب وعبدالله أبسلام مش لعيبة مش اللي هو أنت هتشوفهم في دوري كنت في تركيا أو غيره فأنت هتبقى عارفهم عن طريق دا أحمد وعبدالله في حتة تانية خالص في كل العاد تحديدا كمان بقى في الكرة الطيرة يعني للأمانة أنه الكرة الطيرة هيجي فترة أو فيه وقت حقبة زمنية الناس هتقول هتقيز مما قبل عبدالله وأحمد وما بعدهم للأمانة برضو عشان ندي كل واحد حقه المناخ العامل اللي موجود دلوقتي في الكرة الطيرة المصرية ماشي بشكل كويس هيساعد الراجل أنه هو يقدم فكره ويقدم كل الطروحات اللي في دماغه أو كل الأفكار اللي عنده يقدر أنه ينفذها مع الفريق أغلب عناصر اللي موجودة في رقيتنا أغلب العناصر عشان بس أنه اسمه عبدالله وصلاح في 40 سنة فأنه هم خلاص عجيز وهم كبروا وهمش قادرين الكلام ده اسمعنا 100 مرة 100 مرة أو نسمعه تاني وكتير لكن خلي بقى حضرتك أنه الأهلي عنده لعيبة كتير جدا صغارين لعيبة كتير جدا طالعين من تحت من صفوف الناشئين لعيبة وماذا يعني أبرزهم مثلا حمزة الصافي وحمزة بتصعد بقى لهم سنتين وبتصعد في الستيم ومع ذلك كل دولة تير غادت تير لسه بلعبتها 19 سنة عندنا لعيبة تانية كتير جدا موجودة تقدر أنها تتبقى موجودة وليها مكان في الفريق الأول لكن كمان أنت عندك في الفريق الأول عناصر كتير مميزة سواء إن كان بتلعب اندور أو بتلعب بيتش فوليبول زي احمد عزب بيلعب بيتش ومن ضمن اللعيبة اللي أنا شايف إن السنة دي هيكون ليه شكل مختلف عن السنين اللي فاتت لأن أنت اللعيبة كلها هتبقى دخلة عايزة توري الناس قبل ما توري المدير فني توري الناس أنهم رايحين السنة دي لماكسل لا لأن أنت أي فرقة طوف قدامك أنت يعني بالبلد هتفرهم أيا حد لأن أنت عندهم نهم بقى بدل ما إحنا كنا بنتكلم مثلا في فرقة تانية أنت شوية وصلت لمرحلة التشبه فمحتاج أنك تغير دوافعك وتغير الأفكار بتاعتك عشان تقدر تكسب بطولات تانية لكن فرقة الفولي الناس مش بتعودة منها أن يضيع منها دوري وكاس في موسم واحد أو يضيع منها دوري وكاس سنتين وارا بعد بالرغم أنهم كذبوا بطولات يعني بطولة عربية كذباني سنة كذباني بطولة عربية فيما بنتطلعش بموسم سفري لا نادرة ما فيش ده ما بتحصلش في نادي الأهل يعني لكن في نفس الوقت اللعيبة نفسها مركزة كويس بشكل كبير مركزة أنها لا حتى مش هنتخدع بأن تكون بداية الموسم كويسة زي ما كان بيحصل وأن أنت تيجي في الأوقات الحسمة يبقى في مشاكل تبقى موجودة في الفرقة لا الشكل السنة هيكون مختلف في اللعيبة حتى نفسها الروح بدأيتها مختلفة عناصر كتير كانت مكتش موجودة زي إصابات زي عبد حليم عيب والسنة اللي فاتت رجع بالسلام بالنسبة لنا يعني عنصر من ضمن أهم العناصر اللي موجودة في الفريق أنه كان تعرض لأصابة طبعا كلنا بنتناله كل الشفاء ومواصوعدة بأنه هو الحمد لله تم شفاءه على خير نجحنا كده يعني الحمد لله متطمين على فريق الكرة الطائرة اللي جلس ما بدأوش الموسم مع الدولة هنتطمين أكتر والأداء وكلا خلينا نروح بقى للنشاط المحلي عشان احنا عندنا حدث مهم حصل النهاردة وهو قرعة بطولة أفريكا لكرة اليد اللي هتقام في شهر يناير على الأرض المصرية والبطولة دي هيتأهل منها الفائز إلى بطولة أولمبياد باريس عشرين واربعة وعشرين القرعة خلصت منذ لحظات كلمنا عن القرعة اللي احنا وقعنا في قرعة شكلها إيه الفرقة التالية طبعا القرعة على الشاشة هي كلمنا بقى عن القرعة ناجي وحظوظنا إيه يلا بص يا كابتال احنا وقعنا في المجموعة التانية معنا تكونوا برزافيل الكاميرون غينية أنا واحد ناشا في المجموعة المجموعة كلها متوازنة لأن هم يعني بأمان الاتحاد الأفريقي كان فير جدا في طرحه لفكرة القرعة هو مبدئيا حط الأربع منتخبات اللي كانوا وصلوا للمربع الزهبي في البطولة اللي فاتت على رؤوس المجموعات وده فرق ناف وده فرق ناف مصر كانت على رأس المجموعة التانية الكاففر دي كانت مع مصر في الفاينال فكانت على رأس المجموعة الأولى المغرب كانت على رأس المجموعة التالتة لأنها كانت تالت المجموعة التونس كانت على رأس المجموعة الرابعة وبعد كده بدأوا يكملوا المستويات حسب المراكز المنتخبات كانت حققتها في بطولة أفريقيا اللي فاتت أجسموا ليفلات وخدوا بعد كده بدأت الأمور أصلا يعني كان الاتحاد وقع وكان يقول أن يتحادوا أفريقيا في ترتيب الليفلات مظبوط يكب تنفهم ما كانش فيه مفاجئات بالنسبة للنقاس ولا أنت بتصطدم بمنتخب قوي أو منتخب أنت كنت شايفه أنه هو نفس الحجم بتاعك أو نفس التوق في مجموعات أول حتى في دور الثمانية كده كده مثل عشان نشرح الناسل القرعة بسرعة وما 16 منتخب في 4 مجموعات كل مجموعة 4 منتخبات الأول والتاني بس هم اللي بسعدوا لدور الثمانية بيتعمل بنظام المقص الأول مجموعة الأولى هيلاق بتاني المجموعة الثالثة تاني المجموعة الثالثة هيلاق بأول مجموعة الأولى يعني الأولى والثالثة هيرد على بعض والثالثة والرابعة يرد على بعض والثانية والرابعة يرد على بعض بس هنا فيه اختلاف معلاش ناجي البطولة مش ما تلعبتش بنظام كأس العالم انه بيدي لك دور الستاشر وعكا دور الاثناشر يعني لغى دور الاثناشر خلى الأول والثاني بس يتأهله كان زمان الأول والثانت بتأهله يروح يلعب والثانت في الفرقة التالية فكان بيطول أمد البطولة ولكن النهاردة هو عملها زي زمان علاقة دي مبقى دي شايف انه عشان فرق المشتوية الكبيرة الأفريقية هم رأيش بي لانه انت بطولة العالم الدنيا بتكون فيها قريبة وليك حق تاخد دور كمان اه فانت عشان ما بقاش اقصيتك من المجموعة انت ممكن تضع في المجموعة بدلة ويكون مجموعة صعبة فلا بجيلك فرصة تعود عندك فرصة انك تقدر لو ردت على مجموعة اسهل شوية تقدر انك تكسب المباراتين وتحاول انك تتأهل نكمل نزام البطولة تمانية كان دول 4 ما دي كان الفينال كان فرصة تتأهل الولمبياد هو واحد بس حمل لقب مصر مصر حمل لقب بطولتين عالتوالي تونس 2020 كانت بتلاقب في تونس 2020 قدر ان احنا نفوز على منتخب تونس ونفوز باللقب السنة اللي فاتت او النسخة اللي فاتت في 2022 كانت بتلاقب في مصر مصر قدرت انها تفوز على منتخب الكاب فيردي في الفينال وكان يعني فوز سهل نسبيا نظرا لانه كان مصر كان يعني كان الفينال اللي هو بالنسبة لنا نحن لعدنا تونس في السيمي فينال فكان هو نهائي مبكر وكان موكب برد برضو مهما كان احترابنا يعني الكورت اللي يعود ديناك نوم منتخب كويس جدا بس لسه حد بحديث لسه ما عندوش الخبرات الافريقية اللي يقدر انه هو يكون ند بالنسبة لمنتخب مصر طيب انت شايف منتخب مصر ممكن يقابل تونس فيها بالنهائي ولا هنروح على النهائي ممكن يا كابتن لان احنا المجموعة التانية وتونس المجموعة يعني بقى يعني ممكن نقابل بعض الا لو تونس يعني حاولت انها تاخد سكة تانية او طريق تانية تتحاول انها تبع بيد عنها بالحسابات احنا افضل و لا تونس بالحسابات بس ورا وقالま مصر طبعا مصر منتخب اوروبي يعني بيلعب في منتخبات افراقيا دي مش اهت انا ومش كلمتي كل مدربين افراقيا لما كانوا موجودين هنا في ههم افراقيا 2000 و22 لما كنت بتكلم معهم أو بتكلم معهم في القصة دي قال لي ما تقس منتخب مصر بالنسبة لأي منتخب موجود على مستقب أفريقيا منتخب مصر منتخب أوروبي موجود في أفريقيا موجود وموجود في أسطنة يعني بالورقة والألم ومش مدعاء من المنتخب يبقى عنده الأمور سهلة أو يستسيلها البطولة دي بطولة صعبة جدا تونس جاية البطولة دي بالنسبة لها قتل ومقتول لأنها مش عايزة للمرة الثالثة على التوارد يخسر من مصر وحقها تفكر تلك الألمبياد طبعا أكيد حق مشروع البطولة تحديدا هتبقى إمتى كم يناير من 19 إلى 29 يناير أشكرك يا ناجي طيب رشاد يعني رأيك إيه في البطولة ورأيك إيه في التنظيم يعني خلينا نروح أن مصر النهاردة بقت قبلة العالم صحيح مش هكلم عن أفريقيا أفريقيا دي مفروغ منه لكن مصر النهاردة نظمت فوق الستين أو سبين حدث رياضي على مستوى بطولات عالم أو على مستوى كؤس عالم على الأرض المصرية ده لو ده اللي بيدل على أي رشاد أكيد طبعا لو هنتكلم عن مصر أو تنظيم مصر ليه طبعا البطولات مصر قدرت أن هي تنجح في تنظيم كل الأحداث اللي تنظمت على أرض مصر وكمان أنا بالنسبة لي يعني أصق طبعا في منتخب مصر أن هي كمان البطولة أو الأفضلية أن أنت البطولة على أرض مصرية نعم فده يبقى طبعا دافع وداعم كبير جدا لمنتخب مصر أن هم يقدروا إن شاء الله يحققوا البطولة لكن خليني أقول لك على حاجة مهمة جدا يا كابتنا يسا من الفترة الأخيرة طبعا إحنا شفنا كل الأحداث اللي تم تنظيمها على أرض مصر حققت نجاح كبير جدا وقدرت مصر أنها تحقق نجاح كبير جدا وده مش بإشادة مصر بس دي بإشادة العالم والدعم الكبير طبعا اللي احنا بنشوفه من طبعا فخامة الرئيس أفتاح السيسي لكل الأحداث الرئيسية فده بصراحة يعني تخطيط ونجاح كبير جدا لمصر إن احنا بنشوف البطولات دلوقتي بتتنظم وكله على فكرة يا كابتنا هيسم العالم كله دلوقتي لما بيدور إنه هو ينظم بطولة أو يلعب بطولة فبيدور أول حاجة على مصر بيشوف مصر علشان يقدر إنه هو يروح وينظم البطولة ليه بقى؟ ده علشان طبعا إشادة كل الدول أو إشادة العالم بمصر إن مصر بتقدر إنها تنجح في تنظيم كل البطولات وده اللي شوفناه طبعا الفترة الأخيرة طبعا خلينا أسألك يا رشادي يعني إحنا في ألعاب كثيرة الخماسي جنباز كورت يد كورت سلة الطائرة سلاح سلاح يعني أقصد أقول طيب إحنا على مستوى التنظيم عندنا البنية التحتية الجيدة سواء صلاة مغطاة أو تلات الدعم موجود عندك كمان التنقلات وكل طرق بيتوديك من هنا إلى هنا زي ما أنت عايز عندك بنية تحتية قوية طيب وكوادر كمان إدارية قوية طبعا نحية الفنية شايف في بعض اتحادات نجحت أنها تنافس في هذه البطولات الدولية الكبيرة يعني دايما أنا بقول إن كمة النجاح الإداري ولازم يكون معها فني كمان لازم يكون منتخب مصر حاضر وابقوة في تمثيل مصر في البطولات دي مش أنا بس أنجح إدارية الإدارية دي نجح دولة ولكن نهار دا أنا عايز نجح فني كمان إن أنا أكون حاضر شايف في اتحادات نجحت في دا؟ أكيد طبعا كابتن وأنا بشوف الفترة الأخيرة أن مصر كمان موجودة دايما على منصات التتويق فأي حاجة أو الاتحادات عامة في أي لعبة بنشوف نجاح كبير جدا ونكون محققين كل البطولات فإن شاء الله كلنا صيقة طبعا في مصر إن هي تقدر تنظم طبعا بطولة طبعا أفريقيا زي ما نظمت بطولات كتيرة جدا الفترة الأخيرة وكلنا صيقة إن شاء الله بإذن الله إن مصر تحقق البطولة لأننا لو قلت لك إن منتخب مصر أو لعيبة منتخب مصر بصراحة لعيبة على أعلى مستوى زي ما طبعا محمد قال إن أنت عندك قوام كبير جدا وعندك لعيبة مميزة في منتخب مصر وكمان عندك محترفين يعني أنت عندك محترفين موجودين بره وبيجوا يلعبوا معاك البطولة فإن شاء الله بإذن الله البطولة تكون مصرية بإذن الله ناجي تتوقع في وصنا بطولة أفريقيا كنت لقيت؟ ناكيد يا خبت إن شاء الله محترفين كان عندنا إيحي يا خالد يا خالد بيبدأ يرجع؟ يعني ممكن يلحق البطولة؟ هاي الحق هو وحسن أدى أحلى أتنين هاي الحق وأنا الوحيد اللي يريب عن منتخب مصر في بطولة أفريقيا ويكون أحمد هشام السيد دودو للأسف لكن الباقي كله خلاص العيبة كلها أصلا بتتعافى من نصباتها ويكونوا جاهزين إن شاء الله في أم أفريقيا حراسة المرمى شايفها هتبقى أهلوية خالصة ولا ممكن يخش حد؟ لا ومعدي زهور محمد إبراهيم بالمستوى؟ الموضوع هيكون صعب جدا بالنسبة لاختيارات الحراس المرمى احنا عندنا يعني محمد علي كريم هنداوي محترفين بره سواء إن كانوا في النور السعودي أو في محمد في أسبانيا عندنا محمد عصام الطيار في ألمانيا بالإضافة بقى للسلاس الأهلاوي أنا شايف إن الرجل هيكون في حيلا وليا يعني مين الاثنين أو تلاتة اللي يختارهم في أهم أفريقيا هيكون المنافسة صعبة جدا تجربة منطقة مصر في ألمانيا تعادل وفوز شايف دي مفيدة؟ جدا خاصة إن انت كده كان غيب عنك بقى في المباراتين دول تحديدا عدد كبير جدا من اللعيبة إن لو مش هتكونوا موجودين معك في أهم أفريقيا فأنت مجرد إن تكون بتلاعب ألمانيا على ملعبها وسط جمهورها بالقوام بتاعها كامل فول تيم وإنت يكون عندها غيابات ومع ذلك ما تأسرتش بكل الكلام ده وقدرت إن انت تتعادل في مبارات تانية كنت متأخر فيها قدرت إن انت ترجع له لأنه دي الوقت كنت تقدر تتعادل في المبارات دي فده يدل إن إحنا فعلا عندنا تيم منتخب كبير جدا بالإضافة إن الراجل بستور شغال بشكل كويس جدا برضو من المدرسة الأسبانية لو كنا بنتكلم يعني على قصة إنه هو من ضمن المدارسة الأسبانية أسبانيا يعني يمكن منقبلين عشان إحنا شعوب بحراء بمتوسط وهو كمان العقلية نفسها بتكون مناسبة وتتفهم العقلية المصرية يمكن أن كان حصل تقارب فترة من فترة مع المدارس الإيطالية يعني كنت بلعب كان الإيطاليان أو المديني الفنيين إيطاليان أغلب اللي موجودين في مصر ولكن النهاردة ويواضح إن أسبانيا عندها طفرة كبيرة في الرياضة بيقدروا يتأقلموا مع وجود المداربين أو بيتأقلموا مع الملاخ اللي هم موجودين فيه طيب خلينا أتكلم عن يعني مشوارك بعد كده هل أنت إن شاء الله في حالة أهلك للومبياد تمام طب حالة لو ما تأهلتش لقدر الله وخدت تاني هل في فرصة تانية تاني والتالت من يقدروا يلعبوا تصفيات عالمية بقى يا كابتن بيخشوا وبعد كده بتكون أمورها أصعب شوية لأن طبعا بيتأهل منها أول وتاني لكن إنت مشكلة بتكون رايح تاخد التذكرة دي من دول أوروبا فالموضوع بيكون أصعب شوية لكن لأنه ليست مستحيل يعني أريد أن أقول لك نافل ونخلص من القصة دين هاي أنت بطولة على مرعب وسط جمهورك بطولة هتلاعب في صلاة استيد القهيرة الصلاة الرئاسية مهم الجمهور يحضر ناجي طبعا أكيد طبعا أكيد الجمهور بيبقى حافز كبير جدا للعيبة كابتن وممكن أن أن يأثر كمان على أداء اللعيبة في الملعب فالجمهور وجوده مهم جدا خصوصا مع فرقة الهندبول هتتلاعب في كم البطولة ناجي في صلاة واحد المكان المحبس والمفضل لليد والتاريخي الكبير يتعامل في الصلاة دي يعني بداية من التسعينات من أمم أفريقيا وبعدها بطولة العام 93 اللي كانت أصلا شاهدت بقى الجيلة التاريخي اللي خلنا كلنا نتعلق بالهندبول ويخليها لعبة الشعبات الثانية في مصر بعد كرة القدم كانت هي صلاة القهيرة الصلاة الرئاسية وانت شايف فيه الملعب فيه 30 ألف طبعا هو دلوقتي تم يعني تعديل الوضع شوي بقى حوالي 20 ألف نظرا بقى الكراسي وكل واحد يجري مكانه لكن 20 ألف هو بالنسبة لأي حد هو بيخش مجرد ما يخش الصلاة الهيدة كمان كابت النقطة دي كمان وبالنسبة زي ما حضرتك سألتني على نجاح الاتحادات في مصر النجاح الاتحادات كمان من النقطة المهمة جدا هم اختيار طبعا لأجهزة الفنية ان انت للتحدي الوقتي أو التحدي الهدي بيختار مدير الفني وجهاز فني على أعلى مستوى بيقدر ان هو يفرق مع منتخب مصر نفس الكلام شو منها في الطائرة صحيح يعني في لافيو تقريبا المدير الفني الإيطالي مع الطائرة نقلهم نقلة تانية خلص فده نجاح كبير جدا بصراحة لكل الاتحادات وكمان الاختيار للقيادة الفنية ده بيبقى لها عامل مهم جدا لما على اللعيب صحيح صحيح اختيارات الفنية واختيارها وتوقيتها كمان توقيتها كمان نرجع بقل بيتنا تاني ومكاننا وحبنا وعشكال النادي الاهلي هل شايف ان احنا نقدر النهاردة او الموسم ده نعمل موسم استثنائي زي ما تفضل طبعا يعني صديقي العزيز رشاد وقال ان حداته عشرين بطولة السنة اللي فادت هل شايف ان النهاردة النادي الاهلي قادر من حقق موسم استثنائي السنة دي فقال من ديئة اكيد ان شاء الله كبتن بس طبعا المنافسة هتكون صعبة جدا التحديات كمان هتكون اصعب بكتير لانه فيه اندية وفيه ناس بتبقى بالنسبة لها هو مجرد الفوز على الاهلي هو ده ده بتبقى بطولة بالنسبة لها انت عملت قابل فرق كلها طموحها هو هدفها انا مش مشكلة اخد البطولة انا مهم اكسب الاهلي يعني اعطل الاهلي عن سلسلته او مسيرته او ان انا فده تحديات كبيرة جدا تحديات كبيرة ان ان انت تبدأ طول الوقت تحفز لعيدتك تخليها انها دائما ان توجد الدافع ان الدافع تبقى على قدر من ان ان تحديات دي اتوقع كابتن ان المنافسة صعب طبعا زي ما انا تكلمت وقلت في الاول لكن احنا كلنا ثقة في الاجهزة الفنية وكلنا ثقة في اللاعبين انهم يقدروا يحققوا موسم السسنائي وكمان مش في الالعاب الجامعية عشان برضو ندي الالعاب التانية حقها كمان في الالعاب الفردية انا شايف ان هو هيبقى موسم السسنائي برضو للالعاب الفردية وان شاء الله نشوف موسم السسنائي ويفضل النادي الاهلي رقم واحد في الصدارة دايما احمد رشاد الناقض الرياضي بشكرك شكرا جزيرا نورتين وشرفتين استمتعت بالحوار معاك ربنا خليك كابتن وانا اللي سعيد ان انا نكون موجود معاكم النهاردة وعلى شاشة قناة النادي الاهلي محمد ناجي ناقض الرياضي الكبير بشكرك شكرا جزيرا وكنت سعيد بالحوار معاك النهاردة ربنا خليك ده شرف لي يا كابتن أعزاء المشاهدين دي كان متابعة عن قرب كنا محتاجين نحط حضراتكم في الصورة بشكل كبير جوى النادي الاهلي وخارجه خاصة في الألعاب الكبيرة والعطاء مستمر حتى في الألعاب الصغيرة احنا عايزين عشر حلقات عشان نتكلم على كل الألعاب جوى النادي الاهلي محتاجين عشر حلقات عشان نتكلم على السباحة السكواش نتكلم عن القراتي عندنا ألعاب كتيرة جوى النادي الاهلي محتاجين وقت كبير ولكن احنا سريعا حاولنا نلخص لحضراتكم أهم المنافسات مشكر شكرا جزيلا على حسن المتابعة وإلى حلقة جديدة مع الأطفال